اشتركوا في القناة بحفظ الله ورعايته ثالث الأشواط وثالث التحديات المخصصة للإجذاع البكار ومع هذه الانطلاقة يكون التحدي وتكون الإثارة التي تشهدها هذا الميدان أو يشهدها هذا الميدان نسير بحضراتكم مباشرة مع المقدمة ومع أول المنطلقات العنود بشعار السيد هادي بن محمد بن فيصل المسافره الهاجري ينطلق مع المقدمة ومع أيضا اندفاعة العنود نشوف ونتابع المركز الثاني الانطلاق من هناك من ثاني المراكز من قبل اجتياح بشعار جابر بن علي بن جابر بن حمد بن مسعود ينطلق على مستوى المركز الثاني بينما الانتقال إلى ثالث المنطلقات وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الشطوطية بشعار محمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمي ينطلق مع الشطوطية على المركز الثالث شوف الدخول الخطير الدخول الجميل من قبل انطلاقة رافال بشعار محمد بن حمد بن سالم باللزيوح المري ينتقل مع رافال إلى مستوى المركز الثاني بينما الانتقال إلى خامس المراكز من هناك الاندفاع من المركز الخامس من قبل مغادرة بشعار خليفة بن خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية يلا يا العطية نريد سلاما هناك إلى هالي الخزعلية يا العطية قادم لا محالة مع اندفاعة وتحدي له مغادرة عودتنا إلى الصدارة نعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط وإلى اندفاعة العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافرة الهاجري مع المقدمة ومع الصدارة لطالما عودتنا العنود على هذه الانطلاقات الممتازة على هذه التحديات الجميلة تباعد أيضا المسافة مما بينها وما بين أقرب المنافسات نشوف نتابع المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من قبل الشطوطية محمد بن اشطيف بن عبد الله الهاشمي قادم مع الشطوطية على مستوى المركز الثاني ها للسلطنة قادمين وممثلة أيضا السلطنة بشعار الهاشمي بشعارك الهاشمي اليوم 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 المركز الثالث شوف التجاوز الآن يأتي من قبل الواصلة في هذه اللحظات بيان حمد بن سالم بن عوف الغيلاني ممثلا آخر لأبناء السلطنة يصل مع مستوى المركز الثاني مع انطلاقة وتحدي هذه البكرة المميزة اللي هي بيان المركز الرابع المركز الرابع شعارك العطية قادم أو شعار بن حلفان يصل شعار المبدع يصل مع هذه الانطلاقة مع اندفاعة وتحدي العبور راشد بن علي بن سعيد آل بريس المري بينما شعار العطية يتسلل إلى مستوى المركز الرابع مع انطلاقة مغادرة خليفة بن خليفة بن عبدالله بن عبدالله العطية هذه الخمسة المراكز الأولى ذعناها للمرة الثانية على التواري مع هذه الأسماء الممتازة مع هذه الاندفاعات الجميلة في هذا المساب في هذا التحدي الكبير في هذه أيضا الرياضة والعالم الساحر عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يجمع الأخوان ويجمع المنافسين هنا على أرضية هذا الميدان العودة إلى العنود حتشاف للعنود العنود هناك هناك مع المقدمة وعليها الرقم واحد هادي بن محمد بن فيصل المسافره الهاجري تطير بالمقدمة تطير بالصدارة يتابعها أيضا خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يتابع العنود في هذا الشوط يتابع انطلاقة العنود الجميلة على مقدمة هذا الشوط عطني الفارق شوف المسافة الكبيرة التي وضعتها العنود مما بينها وما بين أقرب المنافسات اللي على المركز الثاني قطعنا نصف المسافة ولم يتبقى إلا مثلها على خط النهاية المركز الثاني المركز الثاني شعار أيضا الغيلاني قادم شعار الغيلاني واصل مع بيان حمد بن سالم بن عوف الغيلاني قادم على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث أهالي الخزعلية قادمين على مستوى المركز الثالث مع مغادرة تريد أن تغادر بهذا الناموس خليفة بن خليفة بن عبد الله العاطية المركز الرابع شعار بن حلفاني يصل وينطرق مع العبور لراشد بن علي بن سعيدة لبريص المري قادم لا محالة المبدع يتابع العبور حمد بن علي بن حلفان المركز الخامس المركز الخامس أيضا شعار الهاشمي قادم مع الشطوطية محمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمي ولكن الصدارة هناك المقدمة هناك بيد وأقدام العنود بتحركات العنود باندفاع العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافره الهاجرية يلا يا ابو ناصر ركز على انطلاقة العنود ركز على تحدي العنود اللي ما شاء الله وتبارك الرحمن أداءها جميل في هذا المساء أداءها مميز حتى هذه اللحظات هل ستحافظ على هذا المستوى الكبير سوف نتابع ذلك نتمنى ذلك يا ابو منصور ولإخوانك المشاركين نشوف المركز الثاني نشوف العطية غير بدلت الموقع الآن بدلت الموقع اللي هي أيضا مغادرة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية نقلت إلى مستوى المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث لا تزال هنا على مستوى المركز الثالث بيان على مستوى المركز الثالث للسيد أيضا حمد بن سالم بن عوف الغيلاني شوط أيضا شوط ينقلب إلى شوطين مع هذه الاندفاع المركز الرابع دخول جديد اسم جديد يقتحم دائرة النداء والإذاع عليه العنود عبد الله بن سالم بن عبد الله الناب تلمري مع المركز الرابع مع انطلاقة العنود المركز الخامس المركز الخامس من القادم على مستوى المركز الخامس قادم جور وصلت جور علي بن حمد بن بخيت التويجر المري أحد الأسماء الخطيرة تصل مع هذه اللحظات قربها التويجر الجماعة راحوا هناك خلاص بعدوا بالمسافة وين العنود العنود هناك غادرت بالمركز الأول غادرت بالمقدمة هادي بن محمد بن فيصل المسافره الهاجري مع الصدارة مع المقدمة يوسلوم ولكن القادم العطية خطير أهل الخزعلية قادم مع مغادرة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على مستوى المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث شعار كيل هاشمي قادم على مستوى المركز قادم أيضا على المركز الثالث قادم شعار أيضا شعار الهاشمي ولا شوف شعار الناب تغير غير مع هذه الانطلاقة مع أيضا اندفاعة العنود عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت الكيلومتر الأخير المركز الرابع الهاشمي المركز الخامس جور ولكن العنود هناك هناك مع المركز الأول طارت العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافره الهاجري والعصاقوس العصاقوس العصاكنها تسلم على الغارب لصيل ما تحرك لين تاصل على خط النزاع العطية قادمة أهالي الخزعلية مغادرة يصلون التنافس الأخير التحدي المثير العنود على الصدارة نصف كيلو والسلام وين إلى هالي منطقة بنيهاجر ولا إلى هناك إلى هالي الخزعلية قادمة مغادرة مغادرة والعنود مغادرة والعنود العنود ومغادرة ولكن مغادرة غادرت بالسلام لشعارك العطية خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يغادر بالسلام إلى هالي الخزعلية سلام الخزعلية سلام سلام يا مغادرة سلام على هذا التحدي الجميل الشكل الجميل الشعار الأجمل سلام لشعار الخزعلية ايضا شعار صاحب رمز هناك في شوط الثناية مثلنا خير تمثيل في ميدان الشهيد ينطلق مع ايضا مع مغادرة سلام سلام يا العطية سلام المركز الثاني كان من نصيب العنود الهادي بن محمد بن فيصل المسافرة الهادي للمركز الثالث شعار النابتي مع انطلاقة العنود عبدالله بن سالم بن عبدالله النابت الماري المركز الرابع بيان ليسعى لحمد بن سالم بن عوف الغيلاني بينما المركز الخامس كان من نصيب الواري اهلي محمد بن عبد بن راشد الفهيد اهل مري توقيت الزمن للحظات وصول مغادرة الى خط النهاية 9 دقايق و20 ثانية و13 جزء من الثانية